موسيقى ورد صارق الرحلة ثمان ساعات من الزمن كباد اعلامكم بان جمحلات الملكية الاردنية خالي من التدخين كباد نرفض اتباعكم بانه يمنع استعمال السجائر الالكترونية على مدى الطائرة كما نرجى من حضرات السادة الركاب الذين يحملون السجائر الالكترونية فصل البطاريات من هذه الاجهزة وعدم استخدام اي مصدر كهرومائي على الطائرة ليعادة الشحن البطاري شاكرين لكم تعاونكم سيدات سادتي بعد قليل سنقوم بعد تعليمات السلامة نرجى حضراتكم بالاتباع اتمنى لكم حادر ممتع وشكرا اتمنى لكم جهازم 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 كبتر رايد خالف كبتر محمود قمن كبن منجر خالد ويسكروا سيدات 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 نرجى الحضرات أريد أن تلاحبك المفيد من جزيلاً الجزيزية وإرة أريد أن تتكلمات الكخلية سببات لنستخدم تقريباً لواناً لا تتكلمات الكخمار لنستخدم الخارج أريد أن ترس بشكل صديقي سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون سيداتي وسادتي مرحبا بكم الرجال انتباه لبرنامج تعريمات السلامة نرجو التأكد من وضع الحقائب اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقاعد التي أمامكم وتوخي الحذر عند فتح الخزائن العلوية نظرا لاحتمال تحرك محتوياتها أثناء الرحلة يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ أو في الممرات لأسباب تتعلق بالسلامة يمنع استعمال الأجهزة الإلكترونية خلال مسير الطائرة أو الإقلاع والهبوط يمنع استعمال أجهزة الهاتف الخلوية وأجهزة الاتصال اللاسلكية في أي وقت خلال الرحلة بإمكانكم استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة تشغيل الأقراص المدمجة بعد الإقلاع يجب ربط أحزمة المقاعد خلال الإقلاع والهبوط وابقى أحزمة المقاعد مربوطة بدون إحكام طوال الرحلة نرجو ربط أحزمة المقاعد المخصصة للأطفال والتي سيقوم أفراد الطاقم بتوزيعها خلال الإقلاع والهبوط تأكد من وضع المقاعد في الوضع العمودي وأغلاق طويلات الطعام يمنع التدخين قطعيا على متن الطائرة التدخين داخل دورات المياه سوف يفعل أجهزة الإنفار في حالة انخفاض الضغط في كابينة الطائرة سوف تتدل أقنعة الأكسجين تلقائيا قم بسحب القناع الأقرب مما يفعل سريان الأكسجين ثبت الشريط المضغطي حول الرأس مع تغطية الأنف والفم وتنفس بصورة طبيعية بعد تثبيت قناعك يمكنك أن تقوم بمساعدة من هم بحاجة لذلك في حال الهبوط الاضطراري يرجى اتخاذ وضع الإرحناء إلى الأمام في حالة إخلاء الطائرة ستشيدكم الإضاءة الأرضية إلى أقرب مخرج طوارئ قم بتحديد المخرج الأقرب إليك الآن مخارج الطوارئ المواسعة على جانبي الطائرة كما هو موضح على الشاشة وعلى بطاقات تعليمات السلامة في حال الهبوط الاضطراري على الماء سيتم استخدام الزلاجات الموجودة على هذه المخارج قوارب للنجاة سترة النجاة موجودة تحت المقعد أو تحت مسند الزراع بين المقاعد عندما يطلب منكم ذلك أخرج سترة النجاة من مكانها أدخل الرأس عبر الفتحة العليا صل طرف الشريط وثبته بإحكام سوف يتم توزيع سترة النجاة للأطفال إذا مداعت الحاجة بعد مغادرة الطائرة اسحب المقابض الحمراء بشدة حيث ستنتفخ سترة النجاة في حالة عدم انتفاخ السترة أو إذا كانت بحاجة لمزيد من الهواء انفخ خلال هذه الأنابيب الحمراء يجب نفخ سترة النجاة المخصصة للأطفال داخل الطائرة لمزيد من المعلومات يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيوب المقاعد نشكركم لحزن انتباهكم ونتمنى لكم رحلك الممتعة ترجمة نانسي قراءة ترجمة نانسي قراءة ترجمة نانسي قراءة تم تحادمات المفرووات مثل الاعتادات عن اتاديف و اتاديف الان. يجب ان تحادمات موزيزة على الارتهاب موزيزة في مجرومة المتحدة بطلقة الانتهاب التي تقوم بها سلطن في مجرومة لتاديف والانتهاب انا استمر من وزانة الزممين لتحكي اقل قبل تحقها الانتهاب لتراه مجرومة في المستخدم الميزة حضر انفصت بمجرومة ميزة وضع عدم الانتهاب ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر